نروح بقى لنتاج الجولة الأولى لدور الجمهورية للنشئين موليد 2003 وزي ما قول لحضراتكم ماشاء الله عندنا قطاع النشئين بالنادل أهلي في المسابقة في الأسبوع الأول محاق نتاج أكثر من رائعة ده دور 2003 الأهلي فاز على شرية دخان في ملاعب النشئين بمدية نصر نتيجة 3-2 الموليد العرب فاز على الإسماعيلي 2-1 للتحاد السكندري فاز على غزل المحلة بربعية MB-1-0 على فرقه واسموحة فاز 2-1 على فيوتشر مصر مقصة والتعادل السلبي مع نادي الزمالك سيراميكا والتعادل الإيجابي 1-1 مع طلاع الجيش وبرامدز والتعادل السلبي مع الجنة 0-0 والمصري والتعادل الإيجابي 1-1 مع البنك الأهلي وده دوري موليد 2003 تحت 18 سنة نروح لدوري 2005 طلاع الجيش فاز بربعية على سيراميكا وأيضا فوز النادي الأهلي على الشراء الدخان 3-2 زمالك فاز على مصر مقصة 1-0 وفوز كبير للمصر 5-1 على البنك الأهلي فوز ودي دجلة 4-2 على الجونة وفوز الاتحاد السكندري 3-1 على غزل المحلة وفوز MB-2-1 على فرقه وسموحة 2-0 على فيوتشر والإسماعيلي التعادل السلبي 0-0 مع الموليد العرب ما شاء الله للتحاد السكندري عامل نتاج أكثر من رائعة بقيادة الكابتن إمام محمدين نروح نتاج الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين موليد 2006 الإسماعيلي التعادل السلبي 0-0 مع الموليد العرب والمصري فوز 1-0 على البنك الأهلي ومصر مقصة فوز 2-0 على الزمالك وبرامدس 0-0 مع زد زد هنا دخل علشان فيه أندية اعتذرت فالنهارده نادي زد دخل فيه مسابقة 2006 فيها أندية ما عندهاش الامكانية أنها تشترك في كل مسابقات الجمهورية فعشان كده بنشوف زد فيه دوري 2006 فوز ودي دجلة 2-1 على نتاج الحربي وفوز كبير للنادي الأهلي 3-1 على شرية الدخان 1-0 للتحاد السكندري على غز المحل أيضاً الفوز الثالث للاتحاد في دوري 2006 وفي مسابقة 2006 زي ماقول لحضراتكم كابتن إمام محمدين عامل شغل أكثر من رائع وأخيراً فوز سموحة 4-0 على فيوتشر نروح لدوري 2007 دوري 2007 النتائج المولين العرب 1-0 على الإسماعيلي سيراميك كليو بطرة 2-1 على طاعة الجيش بيرامتس 5-1 على الجونة الأهلي بسبعية نتيجة كبيرة لموليد 2007 في النادي الأهلي وفوز كبير على الشرية للدخان للتحاد السكندري 4-1 على غزل المحلة وفارق 1-0 على أمبي سموحة 3-0 على ودي دجلة التعادل الإيجابي المصري مع البنك الأهلي 1-1 ومصر المقصة مع الزمالك التعادل الإيجابي 1-1 ده كان الأسبوع الأول فيه مسابقات 2003 وخمسة وستة وسبعة نروح لشوف برضو مع بعض نتاج الجولة التانية في مسابقة 2002 مسابقة 2002 اللي فاز في البداية النادي الأهلي على الشرية الدخان 5-1 المباراة التانية كانت غزل المحلة أيضاً لعب النادي الأهلي أدوا مباراة أكثر من رائعها فازوا فيها بربعية هنشوف برضو نتاج الجولة التانية في دوري 2001 فوز الإسماعيلي 5-1 على كوكاكولا وهنا بنقول كوكاكولا عشان جدول المسابقة جاي كده والنتاج جاي بأسماء الأندية كده 5-1 الإسماعيلي على كوكاكولا التعادل الإجابي المويل العرب 2-2 مع فاركو 0-0 تعادل السلبي أمبي والاتحاد وفوز النادي الأهلي بربعية 4-1 على غزل المحلة هقول لحضراتكم برضو الأحرز الأهداف محمد مغربي هدفين محمد رضا وجلال فارس وفوز بيراميس على الشرية الدخان 5-0 سيراميكا فوز 2-1 على الجونة وفوز طلاع الجيش 3-2 على مصر المقصة وفوز زمالك 1-0 على المصري والبنك الأهلي بيخسر من سموحة 3-0 دي كانت نتائج الجولة التانية في دوري 2001 أيضا نروح نشوف بقى عندنا مباريات يوم السبت القادم 16-10-2021 للتحاد السكندري مع المولين العرب وفارقه مع الإسماعيلي سموحة مع الزمالك المصر مع طلع الجيش مصر المقصة مع الجونة سيراميكا ليوبترا مع شرية الدخان بيرامت مع غز المحلة والأهلي وإمبي والبنك الأهلي وكوكاكولا كنا هنزيع لحضراتكم مباراة الأهلي وإمبي لكن هيكون مباراة الأهلي هنا مع بطل النيجر هتكون على قناة الأهلي فعلشان كده كنا هنزيع لحضراتكم مباراة الأهلي القادمة مع إمبي وإن شاء الله لو في وقت برضو يعني هنزيعها لحضراتكم هنسجلها وانتشوفوا الأهداف